أهلا وسهلا فيكم متابعين بهذا اللقاء المخصص من شركة CFI للحديث عن أبرز وآخر مستجدات الأسواق المالية معنا كالمعتاد كبير محللين في شركة CFI سيد مهند عرقات أهلا وسهلا فيك سيد مهند سيد مهند يعني أيام قليلة بتفصلنا عن الانتخابات الأمريكية برأيك كيف رح تتعامل الأسواق المالية مع هذا الحدث طبعا بداية احنا شفنا نسبة التصويت المبكرة في الانتخابات الأمريكية سجرت رقم قياسي حيث تم تصويت الغايتان أكثر من 53 مليون مواطن وهذا يعطينا مؤشر على مدى احتدام المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح جو بايدن وهذا الشيء بالتأكيد رح ينعكس على الأسواق المالية حين نشوفنا الأسواق المالية سجرت أول تراجع لها بعد عدة أسابيع متتالية من الارتفاعات تتزامن هذه الانتخابات مع مجموعة من الملفات اللي ممكن نتكلم عن بتفاصيلها بعد شوية من حضرتك فبالتالي بالتأكيد الأسواق على موعد مع أيام حاسمة أيام رح يكون مقلقة جدا بالنسبة للمستثمر وخاصة طريقة السير بهذه الإجراءات الانتخابات الأمريكية فكل ياتها بالتأكيد رح يكونها تأثير واضع على حركة الأسواق طيب بعيدا عن الانتخابات الأمريكية إيش الأحداث الأخرى اللي رح تأثر على الأسواق المالية سواء خلال هذا الأسبوع أو بالفترة القادمة بشكل عام؟ طبعا الأسبوع الحالي تحديدا نتوقع مجموعة من الأحداث التي ستؤثر بشكل مباشر وأيضا غير مباشر على أداء الأسواق في مقدمة هذه الأمور اللي هو ملف خطة التحفيز التي لغاية الآن لم يتم الاتفاق على التفاصيلها ملف بليكزيت والتفاصيل التجارة مع الاتحاد الأوروبي لغاية الآن أيضا لم يتم الاتفاق على التفاصيلها لسبوع الحالي ننتظر مجموعة من البيانات الاقتصادية بذات ما يتعلق بأسعار الفائدة لدى عدد من البلوك المركزية حول العالم أيضا ننتظر الناتج المحل الإجمالي لكبرى اقتصادية دول العالم على رأسها الأوليات المتحدة يضاف لكل ذلك اللي هو ملف كورونا الملف الأبرز والأخطر صحيا واقتصاديا وإحنا عم نشوف وعم نتفاجأ بالأرقام نسبة التسارع بحدد حالات الإصابة وأيضا بعدد حالات الوفاة وبالتالي هي مجموعة من الملفات الشائكة التي لم يتم الاتفاق على تفاصيله لغاية الآن يعني أنا بس كسؤال أخير قبل ما أختم هذا اللقاء مازال ملف كورونا والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع عم بتأثر على السوق؟ لسه عم تاخد نفس المفعول يعني بالتأكيد عمليات الإغلاق المخاوف التباط والتعافي الاقتصادي كل هذه عوامل ترتبط مباشر بالتأكيد نحن نرى مؤشر الدولار الأسبوع الماضي يعني الشيء يذكر يتراجع بأكبر نسبة أو بأكبر وطير أسبوعية خلال آخر ثلاث شهور ويسجل قاع جديد فبالتالي لدينا مجموعة من الأحداث مجموعة من العوامل التي يجب مراقبتها بشكل لحظي وبضقي التفاصيل وهذا الشيء نحن تعلمون اسمحيلي إذا سمعتيني أنه عقب نحن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله لدينا ويبنار خاص للحديث عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المباشر والغير مباشر على أداء الأسواق أكيد أكيد بدي أشكرك جزيلا شكر سيد مهند عرقات كبير المحلين في شركة CFA يبدأ أحكي لكل عم بيتابعونا تقدروا تتابعوا هذا الويبنار وكمان نحن رح يكون في عنا مجموعة من المؤتمرات الخاصة والتغطيات الخاصة لموضوع الانتخابات الأمريكية رح نعلم عنها تباعا وعن نعلم عنها على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والتقرير اليومية كما تقدروا تتابعوها أول بأول على مواقعنا على حزباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كل شكر لكم مرة ثانية سيد مهند عرقات وشكر الموصول لكم وتابعينا شكرا